موسيقى لقد أسهبنا في إضاحة تناقضات معالي سيد وزير العدل في مواقع عدة وفي مواضيع متعددة والرأي العام المغربي هو شاهد على تناقضاته فطارة يخوض فيما لا يعنيه باختارة تشريع وأعود إلى مسألة فرض الإنفاق على الأب في العلاقة غير الشرعية وهذا ربما خوض في تفاصيل لا يعني بها ولا يكون لاتبا بها إلا في صلب مصادر تشريع المغربية وهي أساسا الفقه المالكي وهذا اعتداء صريح على التشريع وقفنا مؤخرا على توجيهه حسب قوله للأوامر بإلقاء القبض وهذا اعتداء صريح على عمل السلطة القضائية وعلى عمل النيابة العامة وتجني في حقهما واستخفاف بدورهما فإذا كان الوزير يصدر أوامره بالاعتقال فبالفعل نحن قد نزلنا إلى حضيذ الحديد في معايير دولة سيادة الحق والقانون نحن في وضع حقيقة يسترعي طرح أكثر من سؤال ليس حول مشروعية المؤسسات ولكن حول المقاعد التي يحتلها أشخاص ويؤدون الدولة المغربية يؤدون سيادة الدولة يؤدون القيم ويؤدون المؤسسات الدستورية أولا مطار اهتمامي بهذا الموضوع بهذا الخصوص هو قرار وزير العدل ففضلا عن اعتدائه المتكرر على مهنة المحامات وتبخيسه لدور المحامين وشيطنة المحامين واعتدائه على السادة النقباء واستخفافه بأذوار الهيئات واستخفافه بأذوار المؤسسة الوطنية وهذا أمر اشتكى منه حتى السيد رئيس الحكومة في اجتماعه مع جمعات المحامين بالمغرب وقال رئيس الحكومة أن ما يقوم به وهبي غير مشروع ويعد تجاوزا لكل حدود الآن وهبي تجاوز كل الأعراف وكل القيم وكل التقاليد وأخلاقيات المسؤولية تصوروا معي ما سأبرزه الآن يعد عارا في جبين أي مسؤول حكومي يتجوز قطاع معين ليقرر عوضا عن أهل القطاع وزير العدل الذي حاول إحداد تصادم مباشر بين الشعب وبين عموم الشباب وبين هيئات المحامين من خلال ادعائه أننا نرفض إجراء المباراة نحن لا نرفض إجراء المباراة نحن نريد ضبطا للمحامين حتى نتمكن من تأطيرهم لدينا الآن وطنيا عدد من المحامين يفوق المئات لا يتوفرون على مكاتب للتمرين وهم يتعرضون ولا يتعلموا مستقبلا إلا سلوكات ترفضها المؤسسات وترفضها القيم لماذا؟ لأننا غير قادرين على توفير الحماية والتأطير والتوجه لهذه الفئة وزير العدد باتجاهه لتنظيم المباراة في غياب جمعية سيئات المحامين بالمغرب وفي غيابة رقابة المحامين يحدث ويقصر ويقضي على عرف طاريخي بالمغرب ألا وهو إشراك المحامين في تنظيم مباراة المحامات وإشراف النقباء على المباراة الكتابية والشفوية بدءا من الحراسة إلى منتهى المباراة الذي هو الامتحان الشفوي قرر استبعاد المحامين وقرر الاستعاضة بذلك عن كثاب السادة والسيدات أعضاء كتابة الضبط بمعنى أنه أراد من وراء هذا الفعل إحداث تصادم مباشر بين الموظفين والمحامين يعني الموظفين سيخونون السادة المحامين وهم أصدقاء وأغلبهم وجلهم وكلهم العاملين في المحاكم إخوة لنا نهنئهم نحضر أعراسهم ويحضرون في مآثمنا وأعراسنا نحن أسرة واحدة سعى إلى إحداث هذه التفريقة وقبل ذلك سأعود إلى ما يسمى بقرار وزير العدل 43 ميم شين ميم 2022 بشكل تنظيم المباراة والذي عدله في 1 نوبمبر 2022 سأبرز لكم تناقضات وسأبرزكم تجاه نية الوزير إلى تفكيك الإطارات المهنية وطنياً أبدأوا من الأسفل وزير العدل تعامل بين قوسين بخبت مع هذا الموضوع بمعنى أنه أقصى هيئات معينة من الإشراف على المباراة وقام بتعيين هيئات وكأن الهيئات الأخرى يتخص المغرب غير النافع وهذا إقصاء أساء للهيئات التي ذكرت بقدر أكبر من الإساءة للهيئات التي استثنيت عن عمد وكل هذا بغرض إحداث التفرقة وشق صفوف المحامين هذا تناقض وقلت هذا سلوك غير مقبول وغير أخلاقي فالأعراف قد درجت على أن جميع الهيئات تشرف على المباراة وجميع الهيئات لا يكون لها حضور سواء في الحراسة أو في الامتحانات في جميع مراحل إعداد المباراة الأخطر من ذلك وزير العدل وفي هذا الاتجاه شرحت مسألة اتجاه قصده لشق صفوف المحامين وإلى القضاء على الهيئات التمتيرية لهم قام بانتهاك الدستور المغربي في أهم بنوده وفي أهم اتجاهاته ومرتكزاته ألا وهو إقرار استقلال الصلط واستقلال القضاء ومبدأ الفصل بين الصلط وزير العدل في هذا القرار هو من يعين السادة الوكلاء العامون للمحاكم والسادة الرؤساء الأولون للمحاكم بين الرباط وقريطرة والضلبيضاء والسلطات والجريدة وفاس وتطوان وغيرها من المدن عينهم كأنه هو المسؤول على أن الأمر في اعتقاده لم يتغير وزارة العدل لم تعد يا عزيزي الوزير تشرف على السادة القضاة هناك المجلس أعلى للسلطة القضائية وهناك دستور يتعين احترامه ولا يليق بك ولا يليق بسادة القضاة ولا يقلق بنا في هذا الوضع الحبيب أن يتجاوز وزير العدل الدستور وينتهكه علنا أقول علنا هو يقول بناء على قرار هو من قرر تعيين وتسمية الرؤساء الأولين والوكلاء العمون وفي التراتوبية ماذا نجد عين الكاتب العام للوزارة في المركز الأول مدير شؤون المدنية في المركز الثاني مدير الإدارة المركزية للوزارة العدل في المركز الثالث ورابعا يعين السادة الرؤساء الأولون للمحاكم وساد الوكلاء العمون إنه انتهاك خطير ومس خطير بالدستور وانتقاس لا يقاس بالسلطة القضائية وبمكانة السلطة القضائية ورمزية السلطة القضائية فطارة نجده يأمر بالاعتقال وطارة يتعدى على اختصاص السلطة القضائية هذه مسألة لا يجوز السكوت عنه نحن العلم على أنه يريد إجراء الامتحان في غياب المحامون وعلى أبناء الشعب المغربي أن يعو أن الهيئات هي غير معنية بهذه المباراة وأن الغاية منها هو أحداث تصادم بين أبناء الشعب وبين هيئات المحامين وألا أنه ستقع تجوزة خطيرة خطيرة ننبيه إليها في هذه المباراة لأن المحامون الذين هم الرقيب الأول والأخير على تنظيم الولوج إلى المهنة غائبون وغائبون عن قصد وغائبون باستبعاد فيه إصرار والسلوكات المتتالية التي يعني عبر عنها معالي الوزير فخامت الوزير تذل على أن هناك إرادة مبيتة لإحداث هذا التصادم ولضرب مهنة المحامات ولتفكيك المؤسسات وقد أوضحت وجه التفكيك من خلال استدناء هيئات واستدعاء هيئات ولكن أن يصل به الأمر إلى انتهاك الدستور وإلى المس بقدسية السلطة القضائية فهذا أمر غير مقبول ولن نرضاه ولن نرضاه لوطننا الحبيب